السلام عليكم ازايكم يا احبابي رب تكونوا بخير وصحة وعافية رب تعالوا معايا الشابو كاكاو اه يعني انا عارفة ان انا شربت منه بس يلا مش مشكلة الفهنة يعني فضلوا معايا يعني اه متواصلين مع تفسير اه مجلد تفسير الاحلام للامام ابن سيريم من اكتر المفسرين يعني شرحة مبسطة في تفسير الاحلام طبعا معانا الجزء السابع من اه تفسير رؤية اعضاء الانسان تفصيليا اه بتأويل اختلاف الانسان واعضاءه واحدا واحدا على الترتيب طبعا السلسلة دي متواصلة لانك دي الجزء السابع فطبعا اللي اه اللي مش عارف بقى الاجزاء التانية اتمنى انتم تسمعوها لانك هتفتكم جدا 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 طبعا احنا هنتكلم عن تفسير رؤية الزقن اللي هو الدقن يعني والازن طبعا احنا معروف عن الفيديوهات بتاعتي احباب ان انا ما طولش مسلا من تمر لعشر دقائق عشان ما نبقاش الفيديو طويل عليكم وتزهب طيب تأويل رؤية الزقن الزقن اللي هو الدقن في التأويل سيد عشيرته وصاحب نسل كسير طبعا طيب الدقن اللي هو في التأويل اللي هو ايه سيد سيد اهله يعني وصاحب نسل كسير ده اللي اللي بيحلم بالدقن بتاعه يعني طيب الازن بقى اللي هو الودان يعني امرأة الرجل او ابنته فان رأى كأن له سلاسة ازان اللي هو سلاسة ودن يعني دلت على ان له امرأة وابنتين تمام طيب هنا بقى اه زي ما قلنا فان كان له اربع ازان اللي هي الازن يعني دلت رؤياه على احد خصلتين خصلتين امنى ان يكون له اربعة نسوة او اربعة بنات لاما لهن ده بقى لو راجل بقى احباب حلم بالازن بالازن الازن هي امرأة الرجل او ابنته تمام طيب فان رأى كأن ازنه بانت منه فانه يطلق امرأته او تموت ابنته بانت منه يعني ايه انا صحيح مش فاهمة الحتة دي اوي ولكن كأن ازنه بانت منه يعني بين اوي لدرجة يعني خرج عن المألوف تمام فان رأى كأن له ازنا واحدة وادن واحدة فلا يعيش له قريب تمام فان كان فان فان رأى كأن له نصف ازن دلت الرؤية على موت امرأته وتزويجه باخرى طبعا ده الكلام ده للرجل تمام فان رأى كأن في ازنه خاتما معلقا فانه يزوج ابنته رجلا فتالد له ابنا وقيل الدين الازن فان رأى كأنه حش ازنيه بشيء دلت رؤيه على الكفر وان رأى كأن له ازن كثيرة فانه يعرض عن الحق فلا يقبل لقوله تعالى ام لهم ازان يسمعون بها وقيل ان الغنى ان الغنى ازا ان الغني اسفى ان ازا رأى ازانا حسنا متشاكلة سمع اخبارا حسنا صارة فان لم تكن متشاكلة حسنا سمع اخبارا كثيرة كريهة طيب وما رأى كأن في ازنه عينين فانه يعمى ويعيناني ويعاين الاشياء التي يعاينها بعينه يسمحها بازنيه طيب ثواني بقى يا احباب هنا في النقطة دي عايز اقول لكم اني بردو تفسير الاحلام على حسب صاحب الرؤية كل فيديو بقول لكم على حسب صاحب الرؤية ممكن غني يحلم بنفس الرؤية اللي بيحلمها بها الفقير تمام ولكن التفسير يختلف باختلاف صاحب الرؤية صاحب الرؤية ايه حالته ايه ظروف ايه دنيته ماشية ازاي دينه اخلاقه صفاته هل هو غني فقير متوسف وهكذا تمام فطبعا ده بقى على حسب التفسير تفسير تفسير الرؤية او المعبر طبعا احنا التنمت طبعا من اول المجلد عن اداب المعبر وايه الشروط اللي يجب ان الانسان او المعبر تبقى متوافرة فيها طيب هنا بقى وقيلة يعني وقيلة من رأى كأن له ازان كثيرة فذلك فذلك بقى فذلك محمودا لمن اراد ان يكون له انسان يطيعهم مثل المرأة والاولاد والمماليك فاما الاغنية فانها تدل على اخبار تأتيهم محمودة اذا كانت الازان حسنا حسنا الاشكال يعني اذن جميلة شكلها جميل دي بقى بتدل على حتيجي اخبار حسنة للغني ده وان لم تكن حسنة ولا جيدة اشكال فانها اخبار مزمومة لانك احنا عارفين ان الازن برضو على حسب الرؤية ان الازن برضو على حسب الرؤية هنا الازن بتدل ان برضو هنا بتدل ان هي امرأة او ابنة وبردو هنا بتدل على ان هي بتبع ايه محل السمع ان الازن بنسمع بيها تمام طيب واما المماليك واصحاب الخصومات المدعى منهم فانها تدل على ان عبوديته تدوم ويسمع ويدل المدعى على ان الحقن يلزمهم طيب وحكى وحكى هنا بقى ان انسان ان انسان رأى ان له اثنة عشرة ازنا اللي هي عشر اتناشر ودين واقصر وقصر ايه على معبر فقال كان صاحب مماليك وحجم فانه دليل خير كثير يناله وان كان غنيا فان ياتيه اخبار قد عدد الازام من البلدان بسبب معاش تمام فان كان مملوكا اصابه مزم وغم وان كان له خصوم حكم عليه القادي باحكام كثيرة وسمع كلاما رديئا وان كان فيه خصومة ظفر بخصومة بالاخصام يعني فانا زي ما قلت لكم يا احباب ان الرؤية بتدل على صاحب الرأي تمام اه سواء غني سواء مثلا حاكم الحاكم ده بقى ايه حلم ان له ازان كثيرة فطبعا الازان دي هتجيله اخبار سارة من اكثر من بلد طيب لو غني اه طب اصدي سوري يعني لو مثلا مملوك مثلا راجل على قد حاله او مثلا صاحب رؤية الراجل ده على قد حاله ام برضو ظروف حياته مثلا لا هيسمع كلام رديئ طيب لو هو مسلا راجل اصلا في الاصل مسلا آآ يعني له خصوم او مسلا مسجون مسلا هيحكم عليه القاضي باحكام كثيرة وسمع كلاما رديئا برضو زي ما قد لكم يا احباب ان الرؤية بتبقى على حسب صاحب الرأي طبعا عشان ما اتواصل عليكم وتانا انا اكون افدتكم وان شاء الله متواصل مع تفسير مجلد رؤية مجلد تفسير الاحلام امام ابن سلين هنتواصل مع التفسير اللحية في الفيديو القادم ان شاء الله دمتم في امان الله